هذا وتوصل خبراء الاتحاد الأوروبي إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهن المضادة لفيروس كورونا تستطيع مكافحة السلالة الجديدة التي جرى رصدها بشكل كبير مؤخرا في بريطانيا وبحسب تقييم الحكومة الألمانية فإن اللقاحات المتاحة في الوقت الحالي تتميز بالفاعلية إزاء هذه الطفرة المسجلة في الفيروس أوضح وزير الصحة الألماني يانس بان الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنه لا تأثير لسلالة الجديدة التي جرى رصدها في بريطانيا على اللقاحات الفعالة والمضادة لفيروس كورونا